الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد إخواني وأخواتي في الله كيف ينبغي أن نكون فيما يسمى الانفتاح الاجتماعي أو على زعم بعض الناس إذا رأوا إنسانا مقبلا إلى طاعة الله مقبلا على أمور الآخرة يقولون له لماذا لا تكون اجتماعيا هذا عند بعض الناس الجواب عن هذا السؤال هو أولا ينبغي أن ننظر ماذا يفهمون أو ماذا يريدون من كلمة اجتماعي هل يريدون من ذلك أن يكون الإنسان متفلتا هل يريدون بذلك أن يكون الإنسان مسايرا لمن يشرب الخمر مسايرا لمن يزني يزني مع الزنات ويخمر مع من يشربون الخمر مثلا أو أن يكون تاركا للصلاة أو أن يكون متتبعا للمحرمات إن كان هذا هو الاجتماعي بنظرهم فبئس هذه الخصلة وبئس هذا العمل الاجتماعي إن كان هذا ما يزعمونه أو إن كان هذا ما يريدونه أما إن أريد بالعمل الاجتماعي أو أن يكون الإنسان اجتماعيا هو أن يخالط الناس وأن يؤسس علاقات وأن ينفتح على بعض الناس هذا لا بأس به ولا مانع منه ضمن حدود الشرع الشريف يعني أن يكون الإنسان ممن يزورون الأصدقاء في البيوت ولو كانت ما يظن في نظر بعض الناس اليوم علاقات عائلية يعني يسمونها علاقات اجتماعية يعني مثلا يذهب مع زوجته لزيارة صديقه في بيته مع زوجته هذا لا مانع منه أو مثلا أن يكون صاحب مؤسسة واسعة أن يكون مهندسا أن يكون طبيبا أن يكون مثلا مقاولا هذا لا مانع منه أو أن يكون مثلا مع الناس لطيفا مع الناس يمزح كما بينا فيما سبق المزح المباح أو إذا كان اللطيف الذي لا يؤذي ولا يضر أو أن يذهب إلى البحر مثلا مع عائلته أو مع أصدقائه هذا كله لا مانع منه أن ينشئ علاقات يسمونها اجتماعية إن كان مع سياسيين إن كان مع تجار مع أغنياء مع أناس في البلد أو خارج البلد هذا كله لا مانع منه لماذا؟ لأن الأصل في عيشة المسلم والأصل في حياة المسلم أن يخالط الكل لكن بالقيود الشرعية فإذا خالط العلماء بنية أن يتعلم منهم وأن يستفيد منهم إذا خالط مثلا الزهاد والعباد بنية أن يتطعظ وأن يقلل من التنعم وأن يأخذ منهم كيفية الزهد وأن يتعلم منهم الزهد وهذا مطلوب إذا عاشر الفساق بنية أن ينصح يعظ يذكر يخوف من الله تعالى يعلمهم التوبة ينهاهم عن شرب الخمر عن الزنا عن أكل الربا عن الكذب عن الظلم عن السرقة عن الخيانة عن أكل المال بالحرام حتى الفسق حتى الفجر لا مانع أن يقعد معهم وأن يذهب إليهم وأن يزورهم بهذه النية الحسنة بل هذا له سواب على ذلك وإذا عاشر الجهال بنية أن يعلمهم إذا عاشر صغار السن بنية أن يؤدبهم بالعلم والأخلاق والوضوء والصلاة والصدق والأمانة وحسن الخلق والسلوك إذا عاشر مثلا الكفار بنية أن يظهر لهم محاسن الإسلام بنية أن يقربهم من الإسلام أن يقربهم من المسلمين أن يبين لهم أخلاق المسلمين هذا على هذا التفصيل إذن تأسيس العلاقات الاجتماعية على هذا النحو هذا مهم ومطلوب للإنسان المسلم العادي وللمسلم الداعية وللمسلم الشيخ وللمسلم الإمام وللمسلم الخطيب وللمسلم المحاضر في الجامعات والمعاهد لماذا بهذه المقاصد الحسنة التي ذكرناها أما إذا كان المراد بأن يكون الإنسان اجتماعيا على معنى التفلت من الواجبات فهذا عمل خبيث مزموم محرم لماذا؟ لأنه يجره إلى معصية الله فمثلا بعض الناس كانوا يصلون عاشر من لا يصلي صاحبوهم في الحضر والسفر تعلموا منهم الكسل عن أداء الصلاة فتركوا الصلاة بعض الناس كان لا يطعط المخدرات بل كان لا يدخن ما يسمى السيجارة العادي مثلا صار يطعاط المخدرات لأنه صحبة وصادقة وماشى من يطعاط المخدرات بعض الناس كان في شدة أدبه وحيائه يشبه بالبنات عندما عاشر الفسق والفجر صار يضرب أبويه ويؤذيهما بعض الناس كان عنده أدب وحياء صار يدفع امرأته للفاحشة لماذا؟ لأنه عاشر من والعياذ بالله هذا حالهم يعني إنسان زوجته تزني إنسان زوجته تقابل أصدقاءه تصافحهم تقبلهم تضمهم يضمونها فصار هذا الذي ماشاهم بهذه العادات الخبيثة يدفع زوجته لهذه العادة الخبيثة إذن هنا لابد أن نفرق ما معنى العلاقة الاجتماعية أو أن يكون الإنسان اجتماعيا فإذن هنا نرجع إلى الأوامر القرآنية الأوامر النبوية إلى الأحكام الشرعية أليس الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذن نحن أمة انتبهوا الدين لا يأمرنا أن يكون الإنسان منا وحده منغلقا على نفسه معرضا عن أهله عن أصدقائه عن أصحابه عن المجتمع عن الناس بحيث يظن بعض الجهال أن الذي يتعلم الدين يقولون صار معقد صار منعزل صار إنسان انعزل صار إنسان بيعود لحال ما بيسلم عحدا الإسلام لا يأمر بذلك الإسلام لا يأمرنا بأن نكون كذلك بل الله قال كنتم خير أمة كيف تكون الناس أو كيف تكون الأمة أمة كيف يكون الناس أمة بتواصلهم باجتماعهم في هذا العصر الذي هم فيه في اجتماع هؤلاء البشر يكونون أمة يعني هذا المجموع أمة وفي الأمة الطيب والصالح والطالح والفاسد فنكون مع كل إنسان وفي كل موقع كما أمر الشرع إذن ينبغي أن نعمل علاقات اجتماعية للأحسن للأفضل للإصلاح للنصيحة للخير لنشر العلم لإنقاذ الناس من المعاصي أما على حساب الدين والشريعة على حساب الأخلاق الإسلامية على حساب المواعز النبوية على حساب التمسك الديني واحد يعمل علاقات بيسميها اجتماعي ليتفلت من الفرائض ويقع في المنكرات والمحرمات فهذا هلاك وخسران وقد قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم شفتوا هيدا من جملة العمل الاجتماعي أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم ليه؟ بدوا يعلمون الدين يريد أن يعلمهم الخير يريد أن يعلمهم الدين فيصبر على مخالطتهم له أجر الرسول يقول هذا أفضل هذا أحسن حالا من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور صحابته في بيوتهم وكان يستقبل الوفود من المسلمين ومن غير المسلمين يعني كان يكلم اليهود يكلم النصارى يكلم المشرك يكلم الصغير يكلم الكبير يكلم الرجال يكلم النساء هذا معنى أن يكون الإنسان اجتماعيا يعني أن يكون نفاعا أن يكون داعيا للخير أن يكون كالمطر حيث وقع نفع هذا معنى أن تكون اجتماعيا أما العلاقات وما يسمى أنك تكون اجتماعي على حساب الدين فهذا خراب ودمار قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله يعني يتأثر بعادات صاحبه وصديقه لذلك نبهنا أن ينظر الإنسان من يخالل من يصاحب من يصادق من يماشي هذا الأمر ينبغي أن نراعي فيه الشرع لا خواطر الناس ولا العادات الفاسدة ولا التقاليد الكاسدة بل الشرع فوقنا وفوق العادات وفوق المجتمع والحمد لله رب العالمين